اشتركوا في القناة على الحوامل بشكل كبير وعند شرع البيض يجب التأكد من خلوه من التشقوقات وتخزينه بظروف ملائمة حتى لا يتعرض للتلوث والتلف ان البيض من المصادر الغذائية المهمة لجسم الحامل يحتوي على البروتينات المهمة لتكوين خلايا الجنين والعناصر المعدنية مثل السيلينيوم والزنك والفيتامينات مثل مجموعة فيتامين باء وفيتامين دال ومادات الكولين والأميجا ثلاثة والمهمة لنمو الجنين وتكون خلايا الدماغ بشكل سليم وحمض الفوليك الذي يمنع التشوهات في العمود الفقري والخلايا العصبية عند الجنين في المراحل الأولى من الحمل يجب عدم تناول أكثر من بيضتين في اليوم لتجنب الإصابة بارتفاع مستوى الكوليسترول في الجسم فيعمل البيض على الحفاظ على صحة الغدة الدرقية فيحتوي على عنصر السلينيوم المهم لإفرازات الغدة الدرقية وزيادة معدلات الأيض في الجسم وهو مهم لصحة الغدة الدرقية كما ينشط الجسم لأنه يحتوي على غيتامينات باء المهمة لإنتاج الطاقة وزيادة معدل استهلاك الدهون والكربوهيدرات والبروتينات كما يحافظ على صحة الشعر والأظافر فيتكون البيض من كمية من البروتينات المهمة لبناء وتجديد الخلايا كما يساعد على بناء الأنسية والعظام والجلد ويحتوي على الفيتامينات المهمة للحفاظ على الشعر صحي ملامع كما يحارب فقر الدم لأنه يحتوي على فيتامين باثني عشر المهم لتكوين خلايا الدم ونقصه يسبب الأنميا كما يقوي العظام لأنه يحتوي على عنصر الفسفور الذي يدخل بشكل نوائسي في تكوين العظام والأسنان بجانب عنصر الكالسيوم كما يخلص الجسم من التعب والإرهاق لإحتوائه على عنصر البنسوثينيك وهو من العناصر المهمة في مجافحة الإجهاد لأنه يزيد من إفراز الغدة الكذرية من الهرمون المسؤول عن تخفيف الشعور بالتعب والإرهاق كما يحسن الرؤية لأنه من المواد الغذائية المهمة لتحسين الرؤية هذا لإحتوائه على ويتامين ألف كما يزيد من إنتاج الحيوانات المنوية فإن تناول البيض بشكل منتظم يساعد على زيادة إنتاج الحيوانات المنوية ونضج البويضات لإحتوائه على حمض الفوليك ويحتوي البيض على عنصر الزنك المهم لغدة البروستاتا ويحمي من سرطان البروستاتا يحتوي على عناصر تقوي من عمل جهاز المناعة في محاربة الأمراض كما يحتوي على الأحماض الدهنية والأوميجا 6 المهمة لصحة الدماغ فيحمي من الإصابة بالجلطة الدماغية كما يحمي من الإصابة بالسرطان لأنه يمنع تكون الجذور الحرة في الجسم ترجمة نانسي قنع